شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول الإهتمام بالشعائر المهدوية وقلنا إن العامل الأول من عوامل إحياء هذه الشعائر أن هذا الإحياء يمثل مظهراً من مظاهر المودة في القربة التي جعلها الله تعالى وإحياء الأجر الوحيد لرسالة خاتم الأنبياء محمد الله صلى الله عليه وسلم والآله محمد العامل الثاني أنكم تلاحظون أن المجتمعات المتقدمة توجد فيها ظاهرة الاحتفاء بالمنقذ طبعاً هذه الظاهرة تلاحظونها في المجتمعات المتقدمة أما المجتمعات المتأخرة فإنها تأدو العلماء والعظماء والعظماء والمنقذين وعداً وتدفعهم إلى زوايا النسيان ولكن في المجتمعات المتقدمة إذا وجد هناك منقذ في بعد من الأبعاد فإن هذه المجتمعات تحتفي به مثلاً ولا أريد تقييم هذا المثال ولكن لمجرد التمثيل جاء هناك رجل قبل حوالي مائة وخمسين عاماً وحرر العبيد تجدون أن تلك المجتمعات تحتفي بهذا المحرر ويعرف في تلك المجتمعات بمحرر العبيد هذا منقذ في بعد من أبعاد الحياة طبعاً نحن نعتقد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي حرر العبيد على التفصيل المذكور في محله يأتي هناك شخص آخر ويخترع المصباح الكهربائي وينقذ البشرية من الظلام تجدون أن البشرية أن المجتمعات تحتفي بهذا المنقذ يأتي هناك شخص يأتي هناك شخص ويكتشف وسيلة للتخدير وينقذ الملايين من المرضى من الآلام ومن المعاناة تجدون أن المجتمعات المتقدمة تحتفي بهذا المنقذ الملاحظة التي يجدر أن التفت إليها أن كل منقذ من هؤلاء المنقذين كان منقذاً في بعد جزئي من أبعاد الحياة ولكن هناك شخصاً يمثل المنقذ للبشرية كلها في جميع أبعاد الحياة الآن البشرية تعاني من مشاكل لا تعرف كيف تتخلص منها والبشرية كلها تبحث عن منقذ من هذه المشاكل الآن هذه المشكلة التي يعاني منها العالم كله مشكلة الإرهاب العالم كله في شرق وغرب يعاني من هذه المشكلة هل استطاعت الأنظمة الوضعية أن تخلص البشرية من هذه المشكلة؟ لم تتمكن المشكلة الفقر الفقر هذه مشكلة 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 الخرافة في العقيدة مشكلة مشكلة الأمن مشكلة الوؤام هذه مشاكل تتخبط فيها البشرية منقذ هناك منقذ واحد تنتظره البشرية كلها وهذا المنقذ يتمثل في شخص المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح المنقذ لكل البشرية من جميع المشكلات في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح لا يوجد هنالك فقير في الأحاديث إن الرجل يأتي وينادي أن يأتي محتاج يأخذ صدقته أو زكاته فلا يوجد هنالك أحاديث فقير ماكو الامن يعم كل مكان خوف ماكو وتأمن به السبل كما في الرواية في حديث آخر وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ مِنَ الْقُلُوبِ هذه الأحقاد الموجودة حتى ربما أحيانا يجد الإنسان هذه الأحقاد بين بعض المؤمنين ولكن في ذلك الوقت لا يوجد هنالك حقد ولا توجد هنالك شحناء الخرافة في العقيدة الآن مئات الملايين من البشر يعتقدون بالأوثان يعتقد أن البقر هو ربه أو يعتقد بأن الحجر هو ربه في ذلك اليوم البشرية كلها تتخلص من الخرافة في العقيدة ليظهره على الدين كله ألا ينبغي علينا أن نحتفي بهذا المنقر؟ المسيحيون لاحظوا ماذا يصنعون المسيح صلوات الله عليه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام نحن نعتقد أنه يساهم في عملية الإنقاذ ولكنه يمثل ركن من أركان هذه العملية ركن مهم لاحظوا المسيحيون ماذا يفعلون في العالم في الراديوات، في الإذاعات، في القنوات الفضائية، في الجرائد، في المجلات يبشرون به كمنقذ فماذا يجب أن نفعل؟ تجاه ذكر القائد الذي يقود عملية الإنقاذ كلها هذا هو العامل الثاني العامل الأول أن الاحتفاء أن الإحياء يمثل مظهراً من مظاهر المودة في القربة العامل الثاني العامل الثاني أن إحياء الذكرى يمثل نوعاً من أنواع الاحتفاء بالمنقذ العامل الثالث العامل الثالث هناك أشخاص حضورهم له آثار إيجابية عميق سواء كان هذا الحضور في النفس أو كان هذا الحضور في البيت أو كان هذا الحضور في المجتمع أو كان هذا الحضور في العالم أي نوع من أنواع حضورهم؟ أو الحضور عندهم؟ أي نوع من أنواع وجودهم؟ هذا منشأ للخيرات والبركات؟ أحد الخطباء الكبار كان يقول كنت في ليلة من ليالي شهر رمضان في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه وكنت أقرأ القرآن الكريم وإذا بي في لحظة تستوقفني آية عجيبة لم أكن ملتفتاً إلى هذه الآية من قبل وأعتبرت أن التفاتي إلى هذه الآية في هذا المكان وفي هذه الليلة منح من الإمام الرضا صلوات الله عليه الآية في سورة الأنعام الآية رقم أربع وخمسين القرآن الكريم يقول وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا الجملة تلاحظون أنها جملة شرطية وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هذه الكلمة لا تعبر عن مجرد التحية مثل ما واحد يلتقي بالآخر ويحييه بالتحية انتوا لاحظوا الله سبحانه وتعالى عندما ألقي نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام تلك النار العظيمة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا هذه الكلمة ماذا فعلت؟ كلمة بردًا ماذا فعلت؟ تلك النار المحرقة أخذ نبي الله إبراهيم يرتجف فيها من شدة البرد الماهية انقلبت ماهية النار التي هي ماهية محرقة وإذا بها تعطي البرد ونبي الله إبراهيم يرتجف في هذه النار في بالي أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يكتفي بهذه الكلمة في بعض الروايات على ما أتذكر إبراهيم كان يموت من البرد ولكن تعقبت هذه الكلمة الثانية الكلمة الثانية وَسَلَامًا ماذا فعلت هذه الكلمة؟ أحد الأفراد مقصود أن هذه الكلمة ليست مجاملة وتحية عادية أحد الأفراد كان مريض كان مصاب بحمى شديدة وتعلمون أن الحمّة إذا اشتدت أحياناً تنتهي إلى الموت واحد يموت على أثر الحمّة يقول اشتدت بي الحمّة شدة كبيرة حتى أقعدتني عن الحركة وأصبحت طريح الفراش يقول كان هناك مجلس يخطب فيه أحد أولياء الله سبحانه وتعالى أنا فكرت أن لا أذهب ولكن بعد ذلك تحاملت على نفسي وقلت لا أفوت هذا المجلس فتحاملت على نفسي وذهبت إلى ذلك المجلس ودخلت بصعوبة والنار تلتهب في بدني يقول دخلت المجلس رأيت الخطيب فوق المنبر فسلمت على الحضور ودخلت يقول عندما سلمت الخطيب الخطيب الذي هو ولي من أولياء الله أجابني من فوق المنبر وعليكم السلام يقول بمجرد ما قال هذه الكلمة وإذا بتلك النار التي كانت في بدني تطفأ وتعود إلي حالة الطبيعي يعني كلمة سلام عليكم أو سلام يقولها الله أو يقولها ولي من أولياء الله لا تعبر عن مجاملة عادية وإنما هي منشأ لآثار وبركات وتغييرات القرآن الكريم يقول وإذا جاءك هذه كلمة جاءت تعبر عن الحضور النبي موجود النبي صلى الله عليه وآله وجوده العين منشأ لآثار وبركات ولكن الحضور منشأ لآثار وبركات أخرى وإذا جاءك المجيء يعني الحضور أن يحضر أو تحضر عنده وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحضور عنده أو حضوره هذا منشأ لبركات تكويني الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه حضوره في المجتمع حضوره في النفس يعني واحد يستحضر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في نفسه هذا منشأ لآثار في النفس آثار وبركات حضوره في البيت البيت الذي يخلو عن الإمام الحجة الإمام الحجة لا يغيب ولكن البيت الذي يغيب عن الإمام الحجة الغيب من هذا الجانب فرق كبير بين بيت فيه الإمام الحجة وبيت لا يوجد فيه الإمام الحجة فرق كبير بين مجتمع الإمام الحجة له حضور فيه ومجتمع الإمام الحجة لا حضور له فيه هذا الحضور منشأ لآثار بركات توفيقات في قضية لا أريد أن أذكر تفصيلها الآن السيد محمد باقر الدامغاني الذي ابتلي بمرض عجز الأطباء عن علاجه وفقد الأمل في الشفاء توسل بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجح ورأى الإمام الحجة لم يتمكن أن يكلم الإمام ولكن نظرة واحدة من الإمام إليه نظرة واحدة وإذا به يشعر على أثر هذه النظرة أن عافيته عادت إليه الحر العامل مؤلف كتاب وسائل الشيعة الذي ابتلي في صباح بمرض كاد أن يقضي عليه وأهله اجتمعوا حوله اجتماع الرحيل يعني دا يرحل وإذا به يرى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجح فيتوسل بالإمام الحجة ويلتجأ إليه الإمام الحجة صلوات الله عليه يقول له لا تخف إنك ستعمر طويلاً ثم يأخذ قدحاً من الماء ويعطيه إليه يشرب هذا القدح وإذا به هذا الطفل المسجّى الذي ينتظر أهله بين آونة وأخرى أن ينتهي وإذا به يجلس صحيحاً سليماً في مكانه ومن هذه القضايا عندنا بالمئات حضور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح بأي نحو من أنحاء الحضور الحضور في النفس الحضور في البيت الحضور في المجتمع هذا الحضور فيه بركات وفيه آثار هذا هو العامل الثالث العامل الرابع والأخير انتوا لاحظوا ما هو الفرق بين بيت يشعر الأبناء في هذا البيت بأن لهم أباً رحيماً ودوداً عطوفاً أنه لا يوجد لهم مثل هذا الأب ما هو الفرق؟ عائلة فقدت الأب فقدت الأم أولاد يعيشون بلا عناية بلا رعاية ما هو الفرق؟ الفرق أن الأولاد في البيت الأول يشعرون بوجود ملجأ إليهم طبعاً الملجأ الواقعي هو الله سبحانه وتعالى وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يُجْرِيَ الْأُمُورَ إِلَّا بِأَسْبَابِهُ هذا الولد في هذا البيت يشعر بأن له ملجأ عندما يجوع فقلبه مطمئن عند أب عندما يمرض قلب مطمئن لأن هناك أم ترعاه هذه الحالة حالة أن يعرف الفرد أن له ملجأ جداً حالة مهم الفرد إذا شعر أن لا ملجأ له في الحياة معناه أنه ينهار معناه أنه ينتهي نفسياً هؤلاء المرضى أنتوا اسألوا الأطباء المرضى الذين يبتلون بالأمراض الصعبة هذا يمكن أن يدخل غرفة العمليات ولا يخرج منها ينتهي اسألوا الأطباء الفرق بين مريضين مريض يشعر أن هناك ركن شديداً يأوي إليه كما يقول القرآن الكريم أو آوي إلى ركن شديد يشعر بوجود هذا الركن الشديد ومريض آخر يشعر أنه لا ملجأ له الفرق جداً كبير معنوياته الأول عالية جداً ويتماثل للشفاء بسرعة بينما الفرد الثاني الذي يشعر أنه لا ملجأ له ينهار وحتى إذا يشاف المرض يقضي عليه الأمراض الصعبة وحتى إذا شوفي وعوفي شفاءه يطول قضية الملجأ الشعور بالملجأ مهمة جداً الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه يمثل لنا الملجأ والملاء هذا الشعور وهذا الإحساس يُعطي للفرد القوة في حياته في ذلك الحديث الشريف إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ أَكُوا هُنَالِكُمْ مَنْ يُرَاعِيْنَا وَيَحْمِيْنَا وَيُدَافِعْ عَنْنَا هذا الشعور في الفرد مهم جداً في الأمة مهم جداً هذا الشعور لذلك تلاحظون أنه المؤمنين عندهم حالة من القوة الباطنية حتى في اللحظة التي لا يوجد فيها أمل هذا عندها حتى في اللحظة التي يُرفع فيها فوق خشبة الإعدام هذا الأمل موجود عنده الأمة التي تشعر أن لها ولياً وراعياً هذه الأمة تكون قوية في مواجهة التحديات لا تنهار هذه الأمة هذه القضية اتفقت قبل حوالي ثمانين عاماً كان هناك رجل تخرج على يديه الألوف من العلماء والفقهاء والطلاب كان أستاذاً في الحوزة العلمية في العراق وفي إيران وهو المعروف بالمدرس الأفغاني هذا ينقل هذه القضية يقول عندما كنا في أفغانستان كان لنا جار ينتمي إلى قبيلة متعصبة جداً ضد شيعة أهل البيت كانوا يعتقدون أن شيعة أهل البيت هؤلاء كفر وأن هؤلاء نجسون وأن هؤلاء زنادق يقول هذا الرجل الذي ينتمي إلى هذه القبيلة ذهب إلى الحج وبعد عودته من الحج وإذا به يعلن تشيعه لأهل البيت انقلاب عجيب وكان يحضر في مجالس أهل البيت وفي كل مجلس كان يحضر كان يبكي يقول نحن سألناه ما هو سر هذا الانقلاب يقول هذه القضية قال ذلك الرجل تعود إلى أيام الطفولة جذور هذه القضية يقول أنا عندما كنت طفلاً لعله في حوالي العاشرة من عمره كانت لنا خادمة في بيتنا يقول في يوم من الأيام دخلت عليها فجأة على هذه الخادمة فوجدتها تصلي ولكن لا كما نصلي نحن يداها مسبلتان وأمامها تربة تسجد عليها فتعجبت لماذا تصلي هذه المرأة على هذا الناحو عندما انتهت صلاتها قلت لها لماذا تصلينا على هذا الناحو قالت هذه صلات أهل البيت صلوات الله عليه وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصلاتنا نحن الشيعة أهل البيت فقلت لها ومن هم الشيعة وما هي عقائد الشيعة فذكرت لي أشياء ومن جملة ما ذكرت لي أننا نحن الشيعة لنا إثنى عشر إماماً وآخر هؤلاء الأئمة هو الإمام المهدي وهو إمام حي ولكنه غائب عن الأنظار يقول أنا بعقلية الطفولة قلت لها إذا كان غائباً عن الأنظار فما هي فائدته؟ قالت قالت الخادمة فائدته أننا كلما بمقدار عقل أجابت فائدته أننا كلما وقعنا في مشكلة في معضلة ننادي ننادي يا مهدي أدركني وإذا بالإمام المهدي يأتي إلينا وينقذنا هذه عقيدتنا نحن يقول هذه الجملة أن هناك إماماً ينقذ من استنقذه بقيت في ذهني أعوام طويلة في يوم الأيام ذهبت مع قافلة إلى الحاج في الطريق نزلنا في منزل أنا سهرت إلى الصباح ما نمت تلك الليلة في الصباح أدركني النوم غلبني النوم قمت من النوم وإذا بي لا أجد أثراً للقافلة القافلة متحركة من مدة طويلة وأنا وحد يقول أنا ركبت جملي بسرعة ولحقت القافلة كل ما أسير في الصحراء لا يوجد هناك أثر للقافلة وبعد ساعات من المسير عرفت أنني ضللت الطريق وما أقدر لا أروح ولا أرجى فماذا أفعل؟ يقول سرت 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 إلى أن غلبني التعب والجوع والعطش وسقطت جانباً لا أستطيع الحركة يقول في تلك اللحظات استولى علي رعب شديد رعب الموت الموت جداً مرعب بالذات على هذا الناحو الموت في الصحراء واحد منقطع يموت جوعاً أو عطشاً أو الحيوانات الضارية تفترسه يقول ففقدت الأمل في النجاة وَيَئِسْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَإِذَا بِي أَتَذَكَّرُ تِلْكَ الْجُمْلَةَ الَّتِي سَمِعْتُهَا قَبْلَ عَشَرَاتِ الْأَعْوَانِ إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُنْقِذُنَا يقول أنا ناديت من أعماق قلبي يا مهدي أدركني من أعماق القلب هذه قضية مهمة ألا تكون ألفاظ على اللسان فقط يقول بمجرد ما ناديت هذا النداء وَإِذَا بِي أَرَى شَخْصًا جَاءَ وَأَطْعَمَنِي وَأَرْوَانِي وَأَرْوَى الْبَعِيرُ بِيَدَيْهِ الْكَرِيمَةِينَ يقول ركبت البعير أخذ ذلك الرجل بزمام الناق أو البعير ومشى خطوات وإذا بي أجد القافلة أمام يقول من الفرح إن شغلت لحظات بالنظر إلى القافلة ثم التفت وإذا بذلك الرجل غاب عني يقول في تلك اللحظة عرفت أن الحق في مذهب أهل البيت وهذا هو سر انقلابي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجح يمثل لنا الأمل في أحلك الظروف وفي قضية أخرى ذلك الرجل الذي رأى الإمام صلوات الله عليه عندما تعرضت إحدى البلاد الإسلامية لخطر عظيم رأى ذلك الرجل جدار على صورة ذلك البلد والإمام الحجة صلوات الله عليه يسند ذلك الجدار ويقول من الممكن أن الجدار يتشقق ولكننا لا ندعه ينهار ويسقط الشيعة في العراق على مر التاريخ كم تعرضوا لمؤامرات هذه المؤامرات كانت تكفي لتمح أقوى أم من الوجود ولكن هذه العناية وهذه الرعاية لا تدع هذه الأمة تنتهي الاحتفاء بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أولا مظهر من مظاهر المودة في القربة ثانيا احتفاء بالمنقذ الحقيقي ثالثا تلمس لبركات حضوره ورابعا وأخيرا الاحتفاء بالإمام الحجة وبذكراه إحياء للأمل في النفوس في نفوس الأفراد وفي المجتمع كيف نحيي هذه الذكرى مفردات الإحياء كثيرة نشير إلى بعض هذه المفردات على نحو العجالة أولا التسمير الأولاد الذكور نسميهم باسم الإمام المهدي هذا النوع من إحياء ذكر الإمام صلوات الله عليه والبنات نسميهم باسم والدة الإمام المهدي السيدة نرجس صلوات الله عليه مكتبة حول الإمام المهدي في كل بيت كم كتاب مكتوب عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بعض المحققين أحصوا أكثر من ألفي كتاب كتبت حول الإمام الحجة ضعوا في بيتكم مكتبة تحتوي على مائة كتاب مائتي كتاب عشرة كتب حول الإمام الحجة تطالعون فيه ويطالع أولادكم مكتبة تخصصية في كل منطقة حول الإمام الحجة مكتبة خاصة بالكتب التي تتناول حياة الإمام الحجة وشؤون الإمام الحجة يأتي الشاب إلى هذه المكتبة فيجد ألفي كتاب أو أكثر حول الإمام الحجة نشر الكتب الأشرطة وأمثالها حول الإمام الحجة إحياء هذه الذكرى الخامس عشر من شعبان في الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية زيارة سامراء إن شاء الله يعود الأم إلى العراق ككل وإلى العتبات وإلى سامراء زيارة سامراء وإحياء أمره بحيث تكون مدينة تليق بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجعه دعاء الندبة في صبيحة كل جمعة حتى على مستوى البيت حتى في بيتكم حتى إذا ما يحضر إلا أربعة أشخاص تقرؤون دعاء الندبة في بيتكم أو في حسينية أو في مسجد في كل قنوة ندعو للإمام الحجة اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره أئمة الجماعة في قنوة صلواتهم أو في بعضها يدعون للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجعه الخطباء الكرام يخصصون بعض منابرهم للحديث عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجعه رأيت أحد الخطباء ذكر أنه أنا من أول حياتي إلى هذا اليوم وقد ارتقى ألوف المنابر كل منابري خصصتها للحديث عن الإمام الحج وقال إن لي سبعة آلاف محاضرة حول الإمام الحج بعض المنابر نجعلها وقفا على الإمام الحج عجل الله تعالى فرجعه التأليف حول الإمام الحج كل شخص يجد في نفسه القدرة يؤلف ولو كتيبا حول الإمام دورات تثقيفية للثقافة المهدوية هذه الفكرة التي نهض بها بعض العلماء في بعض المناطق دور عشرة أيام أقال أكثر لنشر الثقافة المهدوية إلى غير ذلك من مفردات الإحياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتْ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ موسيقى 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 اشتركوا في القناة